الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي أهلا بكم مشاهد الكرام في نشرة إخبارية من قناة الفلوجة نبدأها من آخر مستجدات التحالفات الشيعية تمهيدا لتشكيل الحكومة حيث اعتبر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن التجاذب السياسي العراقي القادم حاليا يتمثل بسعي زعيم التير الصدري مقتدى الصدر لفرض سيطرته الكاملة وتغيير قواعد اللعبة القائمة بينما يسعى رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي إلى استعادة عرشه من خلال استقطاب خصومه المصابين بكدمات الخسارة وذكر الموقع البريطاني في تقرير له أن الصدريين يراهنون على التخلص من نظام تقاسم السلطة القائم منذ العام 2003 والانفراد بالحكم وهو ما منح معسكر المالكي أملا جديدا في أن يتعاظم نفوذه لافتا إلى أن الانتخابات الأخيرة أعادت رسم خريطة نفوذ القوى الشعية بشكل حاد وزادت من حدة التنافس بين مقتدى الصدر ونور المالكي الأمر الذي دفع الأخير إلى تصدر المشهد مجددا والإسراع في استغلال مخاوف القوى الخاسرة واستخدامها كوسيلة لنيل منصب قوي في الأثناء رفض الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشعية عدى الكتلة الصدرية مبدأ المجيء برئيس حكومة توافقي قح لأنه يعد انتكاس كبير لمن يريد عراقا قويا وحكومة قوية وبالتالي لن يكون أبدا في صالح العراق دولة وشعبا القيادي في تحالف الفتح إحدى الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي حامد الموسوي أكد أنه لا ضير في أن يكون رئيس الوزراء من الكتلة الصدرية أو اتلاف دولة القانون مع الحرص على أن تنال القوى السياسية الأخرى سواء الفائزة أو التي تعيش هاجز الإقصاء أو التهميش مواقع وزارية وفق استحقاق كل كتلة وبالتالي تكون إدارة الدولة بالمشاركة من خلال مجلس الوزراء في غضون ذلك أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي وجود تقارب غير معلن بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لحل أزمة تشكيل الكتلة الأكبر مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد ترميما للبيت الشيعي حسب وصفه الآن موجودة هناك توافقات ولو بالخفاء ولو بالخفاء هناك توافقات ويحاول كل يتقدم على صاحبه لكن بحذر الآن نحن في المنظر السياسي نرى هناك أفق يلوح به الخير ونرى هناك تقارب بوجهات النظر ما بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي وبالقريب العاجل سيكون البيت الشيعي مرمم وكامل إن شاء الله وبنيانه قوي ومرصوص انتخابيا رجحت مفوضية الانتخابات إنجاز عملية العدوى الفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي فيما توقعت تقديم طعون جديدة في محطات أخرى وذكرت المفوضية أن عملية العدوى الفرز اليدوي سواء امتدت للأسبوع المقبل أم لا فالمدة المقررة لتقديم الطعون نهائية مضحة أن هناك مدة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد إلى عشرة أيام في موازات ذلك يواصل أنصار القوى الخاسرة في انتخابات تشرين اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد من اتجاهات عدة منذ أكثر من أسبوعين وصعد أنصار هذه القوى مطالبهم أخيرا وباتت عملية إعادة العد والفرز لمجمل أصوات الناخبين في العراق المطلب الأساس لهم أو بإلغاء النتائج كليا وإعادة العملية الانتخابية بينما واصلوا دعواتهم إلى ضرورة تغيير مفوضية الانتخابات متهمين إياها بالتزوير والتآمر عليهم وفق تعبيرهم أمنيا شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وسد الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله فيما حث على أهمية استكمال النصر ضد الإرهاب ومنع المتربصين الذين يسعون إلى تهديد السلم والأمن المجتمعي والتعرض للوحدة الوطنية والعراقيين وبحث صالح خلال استقباله وزير الدفاع جمعة ناد في قصر السلامي وسط بغداد بحث التطورات الأمنية في البلاد وضرورة ملاحقة الجماعات الإرهابية وبقطع الطريق أمام فلولهم فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في كاركوكا الاتفاقات السياسية بشأن الملف الأمني تعيد خلط الأوراق مجددا رفض عربي وتركماني لإقحام المدينة بصفقات سياسية قد تزعزع الأمن في كاركوك وسط دعوات إلى ضرورة إبقاء الملف الأمني اتحاديا صرفا للحفاظ على السلم الأهلي بين المكونات في خضم المفاوضات السياسية الجارية في البلاد تطفو قضية الأمن في كاركوك على السطح مجددا دعوات عربية تركمانية لإبقاء الملف الأمني هنا بعيدا عن الحسابات السياسية التي لو تمت دون الرجوع إلى المكونات فإنها تهدد السلم الأهلي فيها رفض صريح لتواجد البيشمرقة وتحذيرات من المساس باستقرار المدينة هكذا هي رؤية التحالف العربي في أكثر من مناسبة عبرنا عن رفضنا لتواجد قوات البيشمرقة ومشاركتها في الملف الأمني في محافظة كاركوك إلا أن هذه المطالبات وهذه الاتفاقات التي تبرم الآن وتطبق على أرض الواقع لمشاركة هذه القوات في حفظ الملف الأمني في كاركوك وإدخالها مرة أخرى إلى محافظة كاركوك هي ليست جديدة لأن هذه القوات هي بالفعل موجودة في مناطق معينة عن مركز مدينة كاركوك لا تبعد قوات البيشمرقة أكثر من خمسة كيلومترات في الحد الأعلى إذن هيق داخل حدود الإدارية لمحافظة كاركوك ومسألة إعادة الانتشار لحفظ الملف الأمني وسد الثغرات هي للتغطية على الاتفاق الذي نعتقد أنه مبرم لإدخال هذه القوات مرة أخرى ومشاركتها في الملف الأمني رغم معارضة أغلبية محافظة كاركوك وأغلبية أبناء محافظة كاركوك من العرب والتركمان الإعلان المبدئي عن اتفاق إلحاق لواء من البيشمرقة بوزارة الدفاع العراقية تمهيداً لإشراكها في حماية المناطق المتنازع عليها شكل هاجساً زاد من المشهد تعقيداً يقول التركمان وقت الذي حل فيه مجلس النواب العراقي نفسه وتحولت الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال ورغم الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة كاركوك في ظل تواجد القوات الأمنية الاتحادية أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قراراً بإلحاق أحد ألوية البشمرقة بالجيش العراقي يرفض ممثلو المكوينين العربي والتركماني في مدينة كاركوك إصرار الحكومة على إقحام كاركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في صفقات سياسية لخلخلة الوضع الأمني وتشكيل قوات مشتركة مع قوات البشمرقة وتحويل لواء منها إلى إمرة وزارة الدفاع العراقية ما أن أزدل الستار على الانتخابات وما تلتها من نتائج حتى عاد خلط الأوراق على طويلة الوضعين السياسي والأمني للمحافظة خلط قد ينتج حالة لا تتلاءم ووضعها القلق لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوك على كهل المواطن تقع عواقب عدم تطبيق التسعير الخاصة بالمستشقات النفطية وتجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية فيما ناشد أهالي سامراء الجهات المعنية لوضع حد لهذه المشكلة التي رافقتهم لسنوات في ظل تواطئ من قبل جهات رقابية للشتاء معاناة أخرى يعيشها المواطن في قضاء سامراء حيث تفرض الحكومة المحلية تسعيرة للنفط الأبيض وكذلك المولدات لكن المواطن يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم الالتزام بالتسعير فقد تقع على عاتقه ضريبة ذلك وسط ظروف اقتصادية منهكة الأسباب يخبيها المواطن حصة النفط التي هي ميت لترس سعرها 15 ألف دينار تمام الداق التي يأخذها من المحطة يأخذها بـ 24 يوصلها إليك للمواطن للبيت يأخذ منك 30 ألف دينار أصحاب المحطات اليوم نسمع صراحة أصحاب المحطات أيضاً يشبهون أصحاب المولدات اللي هما اليوم ما ملتزمين السعر الحكومي 15 ألف دينار دا توصل للمواطن للبيت 30 ألف دينار يعني حتى الموظف اللي عنده راتب شوية يصير عبئ عليه فكيفما اللي عاطل وما عنده أو يعايش على الإجورة اليومية أو عمالة أو غير شي شو راح يدبرها يعني كل المواطن دا يتحمل العبئ إلى متى الحكومة الظل بهذا المستوى يعني لا يكون رقابة 15 ألف دينار للنفط وخمسة آلاف للمولد تتحول على أيدي البائعين إلى 24 ألف وتصل إلى المواطن بـ 30 ألف أما المولدات فتتحول إلى 15 ألف مستغلين إجراءات محاسبتهم الطويلة فيما يطالب المواطنون بإجراءات أكثر صرامة مع المخالفين لردعهم مؤكدين دعمهم لموقف الحكومة المحلية بهذه القضية يتحتم علينا أن تكون هناك تسعيرها مناسبة لا يتضرر منها لا المواطن ولا صاحب المولد وبعكسها يتحمل صاحب المولد المخالف التبعات القانونية هناك مفارز من قبلنا كدائرة مدنية ومن قبل الجهات الأمنية المختصة جريمة الاقتصادية وبقية المفاصل لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء بظرف اقتصادي صعب يناشد المواطن أصحاب المحطات والمولدات على حد سواء بضرورة الالتزام الأخلاقي بما يقر من تسعيرات وكذلك مع الحكومة المحلية باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها إيقاف جشع البعض حيث لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون من سامراء عبد المنعم الواسي قناة الفلوجة أعلنت وسائل أعلام إيرانية احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان بعد سيطر عليها في عملية إنزال وبحسب الرواية الإيرانية فإن الجيش الأمريكي حاول استخدام الناقلة لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان مضحة أن مدمرة أمريكية أوقفت ناقلة إيرانية ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى مشيرة إلى أن الحرس الثوري نفذ عملية إنزال جوي لسيطرة على الناقلة الإيرانية ووجهتها نحو المياه الإيرانية رغم محاولات أمريكية لاستعادة السيطرة عليها هذا وبث التلفزيون الإيراني صورا قال إنها لاشتباكات بين الحرس الثوري ومدمرة أمريكية في بحر عمان خلال عملية استرداد ناقلة نفط إيرانية حاولت القوات الأمريكية قرصنتها وإنه بنجح في عادتها إلى المياه الإيرانية خلال عمانية معاني Hotаешь bureau شناور شناور خلاف مولد دوم مولد لا альная آه 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 نفت وزارة الدفاع الأمريكية مزاعم إيرانية بشأن حادث وقع في بحر عمان وللدعاء أن قوات بحرية أمريكية حاولت استعادة ناقلة نفط من البحرية الإيرانية وأكد البنتاجون أن الحادث وقع الأسبوع الماضي والبحرية الأمريكية كانت في موضع المراقب مشيرا إلى أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار أو أي طلقات تحذيرية نشأتنا تات وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها الإطار التنسيقي يرفض مبدأ التوافقي القحل حسم منصب رئيس الوزراء الصدر يسعى لقلب المعادلة والمالكي أمام مهام توحيد الخصوم عد يدوي شامل للأصوات أو إلغاء لنتائج الانتخابات سقف الاعتراضات يرتفع بعد أسبوعين من الاعتصامات والمفوضية تقول أغلب الطعون بلا أدلة خلال إنزال جوي الحرس الثوري الإيراني يزع محتجاز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان والبنتاجون ينفي الحادثة جملة وتفصيلا الفلوجد الطيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة